اكد اسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس امنى وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري على ما توليه مملكة البحرين من حرص دائم لتطوير مخرجات التعليم باعتباره اساس التطوير المنشود في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي واشار سموه الى همية اتخاذ افضل الممارسات التعليمية المميزة انموذجا في مسارات تعزيز المنتج التعليمي للطلبة بالجودة المطلوبة مع مواصلة مواكبة المستجدات التي تطرأ على مختلف العلوم بما يعزز التطلعات التعليمية ويحقق اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك لدى تفضل سموه اليوم بافتتاح مبنى مجمع مدرسة بيان البحرين الابتدائي بحضور عدد من اصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين حيث قام بتجشين الكابسولة الزمنية والتي تحتوي على العديد من المقترحات والرؤى المستقبلية للتعليم في مملكة البحرين لمواكبة المستجدات وتحويل التحديات الى فرص انجاز وابداع والتي سيتم افتتاحها في عام 2030 وانوه سموه بالجهود التي تبذلها الدكتورة الشيخ مي بن سليمان الاعتيبي رئيس مجلس امنا مدرسة بيان البحرين واساماتها في رفض مسيرة التعليم وتنوع مسارات التطوير في مدرسة بيان البحرين والتي اصبحت انموذجا متقدما ومتميزا للمؤسسات التعليمية الخاصة بمملكة البحرين كما اشهد سموه بما يليه القائمون على المدرسة من رعاية واهتمام بتطوير مرافق المدرسة وفق افضل المعايير بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق الاهداف التي تسعى مدرسة البيان لتحقيقها مشيرا الى الالتزام المتواصل الذي توليه المدرسة من اجل اثراء قدرات منتسبيها من الاداريين والتربوين بما ينعكس اجابا على مخرجاتها من الطلبة المميزين وقال سموه ان تأسيس الطلبة بالشكل السليم وضعهم على الطريق الصحيح هي عملية مستمرة تحرص مملكة البحرين على تحقيقها في مختلف مدارسها مشيدا بما تتمتع به المملكة من كوادر وطنية مؤهلة وذات خبرات تواصل اسهامها في رفض العملية التعليمية واكساب الطلب المهارات والخبرات اللازمة حتى الوصول بالتعليم للغايات المرجوة هذا وقد قام سموه بجولة اطلع خلالها على مبنى مجمع مدرسة بيان البحرين الابتدائي حيث اشهد السموه بالجهود المبذولة من القائمين على المدرسة لتحقيق التمييز لهذا الصرح التعليمي لتنشئة الطلبة والطالبات في بيئة تعليمية حديثة ومتطورة من جهتها اكدت الدكتور الشيخ مي بنت سليمان الاعتيبي رئيس مجلس اماناء مدرسة بيان البحرين خلال كلمة لها ضمن الحفل ان قطاع التعليم في مملكة البحرين على رأس سلم اولويات وبرامج الدولة للتنمية المستدامة لواقع افضل ومستقبل مشرق للوطن والمواطن حتى اصبحت البحرين حاضنة للقدرات المستقبلية ومصنعا للكفاءات الوطنية بمنظومات تعليمية مبتكرة تحافظ على هويتنا وقيمنا الوطنية بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله واشارت الى ان مدرسة بيان البحرين تسعى وتطمح وتمهد الى طريق الابتكار والتميز لاثراء العملية التربوية والتعليمية للطلبة مضيفة ان المدرسة تحقق اليوم رقما صعبا بتطبيق افكار وابترك وابتكارات غير مسبوقة بتوفيق من الله ومساندة الاهالي ويأتي افتتاح الحرم المدرسي الجديد ضمن مساعي مدرسة بيان البحرين للحفاظ على اعلى مستويات التعليم المقدمة عبر الاستثمار في المباني والمرافق وافتتح المجمع الجديد ابوابه لطلاب المرحلة الابتدائية خلال العام الفين واثنين وعشرين ليضم مبنيين وقاعة امتحانات متعددة متعددة الاغراض ومنطقة خدمات كما يضم الحرم المدرسي فصولا دراسية واسعة ومساحات خدمية وكافاتيريا وصالة العاب رياضية متعددة الاغراض ومستوصفا وصالة موسيقية واستوديو رسم ومختبر كمبيوتر ومكتبة واسعة ومجهزة ويقع الحرم المدرسي الجديد بالقرب من حرم مدرسة بيان البحرين في المنطقة التعليمية بمدينة عيسى ويضم عددا اكبر من الصفوف ويستوعب كل صف دراسي عددا اقل من الطلبة وتضمن الحفل البهيج عرضا متلفزا موجزا عن المبنى وعزفا موسيقيا كما تم تكريم المتبرعين في دعم العمليات التشغيلية والبلغ عدادهم 11 متبرع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر